المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قال ان الحكومة نظمت عدة لقاءات وانشأت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعدت مشروع قانون انتهت منه منذ عام ونصف اضاف خلال كلماته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مكتبه بمجلس النواب ان مشروع القانون تم مراجعته بمجلس الدولة وارساله لمجلس النواب منذ شهر يونيو عام 2016 اشار الى ان الحكومة اعطت ملف الهجرة غير الشرعية اهمية قصوة منذ عوام كثيرة لانه يعتبر امن قومي في ظل تنامي التنظيمات الاجرامية التي تنظمه اوضح ان مشروع القانون يهدف الى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرا لعدم وجود عقوبات راضعة وانه تبنى نهج شامل مبني على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين وينظر اليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون للحماية والرعاية من جانبه طالب الدكتور علي عبدالعاء رئيس مجلس النواب من اللجنة التشريعية بالبرلمان عقد اجتماع طارق لمناقشة قانون مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة كلف رئيس المجلس اللجنة بسرعة الانتهاء من القانون بحيث يكون مطروحا للنقاش على المجلس خلال اولى جلسات البرلمان رئيس